بسم الله الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أحبتي في الله السلام عليكم كالعادة اللي أول مرة غديدخل القناة ما ينساش يضغط المربع الأحمر ويفعل جرس باش يوصلوا كل جديد إن شاء الله وباش تكبر العائلة ديال خالة أم هيبا والله يجعلوا في ميزان حسناتكم إن شاء الله اليوم غدي نزيد ونكملوه في السلسلة ديال العناية بالبشرة والشعر واليوم جب لكم البنات الغزالة ديالي جب لكم واحد الماسك للشعر معروف منذ القيدام معروف عند الجدات عند الأمهات وحتى إحنا عندنا اليوم معروف كين اللي كيديرو كين اللي ما كيديروش لا الزاز ولا الزاز ولا لا الزاز ولا كل واحد كي ينطقو وكل واحد كي يسميه هو عبارة عن أوراق بحل كي يشبه شوية اللي حنا وهو ماشي حنا هاكدا كتجيبه من عند العطار سواء نجيبه مطحون ولا جيبه تلطاره وطحنه هو سهل باش يتطحن تتنقيه وتدريه في المولينيكس سهل باش يتطحنه هو راه مفيد للشعر مرائع جدا جدا صدقوني ماشي أنا اللي قلتها وإنما راه منذ القيدام كيما قلت لكم راه ما كانت لا ترطيب على كيراتين لا هادي لا هادي وكانوا كانوا يديروه هو راه مفيد كي يطول وكي يغدي الشعر والأهم كيما قلت لكم ما كانت لا كيراتين ولا ترطيبة كانوا الجدات يديروه الشعر لي كي يكون جاف وخاشين كي يديروه غيوه اسمو هاديش حال كان يزيدو معه شوية ديال الحنى اليوم ما نديروش الحنى بالصراحة أنا من اللي كان ديرو مرة مرة كان دير معه شوية حنى البنت اليوم محت غادي نديروه البنت مغديش ندير معه الحنى كتديري مع الزيوت اللي عندك زيت الكوك زيت الأرغان أنا درتغي زيت الزيتون وكتعجنيه بالماء دافي زيت شوية السخونة شوية سخون ماشي دافي بارد وإنما دافي شوية زيت السخونية كتعجنيه أنا الطارقتي ما كان عجوش بالمعلقة أنا غيوريت لكم كان عجنه بيدي بحل هكذا وكتبقيت زيدي الماء حتى تشوفي ذاك القوام اللي ركيبة غيمتية كين اللي كيبغي درو شوية جاري كين اللي بغي درو متوسط المهم كل وحدة والعجين ديالها من اللي كتديريه كتخليه واحد ساعة هكا إلا ما كانش عندك الوقت غين الساعة كتخليه هكا يرتاح ويتجانس مع بعضيات وديك الزيت وخصوصا لكو تدير فيه الزيوت وكوشي وتخليه يرتاح من اللي غادي تديريه الشعر ديالك ولا ديالبنت كله غادي تديريه واحد جسوي حتى الثلاثة إلا كان عندك الوقت خليتها صبحية ولا عشية مش مش مشكل ما كايدرش كتغسلي شعرك عادي بشامبون ديالك عادي كتدهنيه واحد شوية ديال زويته إلا ما كتش غادي تديري بروشينك كتغسلي بروشينك ما علي لصافي ما تديريش وكتديري له باتشا يعني إلا كتي ما كتش غادي تديري بروشينك كتغسلي بروشي حاجة وهو شعرك يكون رائع واللي أهم من هاد شي خسلي دوما يعني مش هاد الوصفات الطبيعية مش يديريها مرة وصافي ودقولي صافي رها ما نجحت ليش دوما عليها وغادي يكون الخير إن شاء الله نتمنى نكون عند حسن ظنكم ونتمنى نكون نفيدكم في هاد الوصفات الطبيعية وما تنساوش البارتاج وما تنساوش اللايكات واستودعكم الله والسلام عليكم